بعد صمت رسمي مطبق وغموض عالمي كبير بيشاني هجوم عين أميناصر الذي استدفى فجر الأربيع الماضي منشأة للغازن بشرق الجزائر حاولت سلطات الجزائرية أمسي تقديم تفاصيل جديدة عن الاعتداء وعملية تحرير الرهائن في حق عين أميناصر التي نفذتها قوات خاصة من الجيش الجزائري رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أعلن أن 37 أجنبيا من ثماني جنسيات وجزائريا واحدا و29 إرهابيا قتلوا في الهجوم وما تلاه من احتجاز الرهائن وتصدي قوات الأمن والجيش لهم وقال سلال في مؤتمر صحفي أن الجماعة المسلحة التي كانت تضم 32 مسلحة بينهم كنديا قدمت من مال ودخلت إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود ليبيا وإن العملية الإرهابية حضر لها منذ شهرين وأوضح سلال أن خمس رعي أجاني مازالوا مفقودين هذا وعلن مختار بل مختار أمير كتيبة الملثمون في تسجيل صوتين شرى في موقع صحراء ميديا الموريتاني عن تبني عمل تغطي طفراء غربيين في منشعة عين أميناسا في الصحراء الجزائرية